وفي ردود الفعل استنكر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الهجوم الإسرائيلي على منظمة المطبخ العالمي وطالب بفتح تحقيق في الحادث وقال إنه رغم المطالبات المتكررة بحماية المدنيين وعمال الإغاثة لا يزال هناك ضحايا جدد كذلك أدان المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارات الأزمات جانيز ليناركيكا الهجوم قائلا إنه هجوم آخر جديد يستهدف المدنيين بدوره قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إنه فجع بمقتل سبعة من موظفي الإغاثة في قطاع غزة بعد قصف القوات الإسرائيلية قافلتهم مشددا على أن مقدمين خدمات الإنسانية يجب أن لا يكونوا أهدافا كما طالب وزير الخارجية البولندي تفسيرا عاجلا من السفير الإسرائيلي بشأن مقتل متطوع بولندي في غزة وذكرت صحيفة هارتس أن أستراليا استدعت السفير الإسرائيلي على خلفية هذا الهجوم بدوره قال وزير الخارجية البريطاني إنه يعمل بشكل عاجل للتحقق من مقتل بريطانيين في ضربة جوية تسببت في مقتل موظفي إغاثة في غزة كما ندت الخارجية الصينية بالهجوم وقالت إنها تعارض أي عمل يسيء للمدنيين أما رئيس الإزراء الإسباني بيدرو سانشيس فقد أعرب عن أسفه لمقتل سبعة من عمال الإغاثة على إثر غارة جوية إسرائيلية في غزة وقال سانشيس خلال زيارته مخيمة جبل الحسين اللاجئين في الأردن إنه طالب الحكومة الإسرائيلية بتوضيح ملابسات الحادثة أطالب الحكومة الإسرائيلية بتوضيح ملابسة هذا الهجوم الوحشي الذي أودى بحياة سبعة من عمال إغاثة لم يفعل شيئا سوى المساعدة نرجو التوضيح في أقرب وقت ممكن بدورها دانت مصر الغارة الجوية التي استهدفت موظفي إغاثة دوليين في قطاع غزة تابعين لمؤسسة المطبخ المركزي العالمية واطربت القاهرة في بيان صادر عن وزارة خارجيتها بإجراء تحقيق عاجل يؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات والانتثال لكافة قرارات مجلس الأمن بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية وحماية كافة العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية بدوره نعى العاهل الأردنية الملك عبدالله بن الحسين أعضاء منظمة المطبخ المركزي العالمي الذين قتلوا بغارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة ودعى العاهل الأردنية عبر حسابه في منصة إكس إلى حماية المنظمات الإنسانية في غزة وتمكينها من إيصال المساعدات الحيوية إلى القطاع إلى ذلك طالبت مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة أكشن إيدا الدولية ريهام جعفري عبر العربي طالبت بإجراء تحقيق دولي لمساءلة إسرائيل عن جريمتها باستهداف عاملين في المنظمة هؤلاء الطاقم كانوا يقدمون وجبات ساخنة ليسوا جهة عسكرية ولا يتبعون لأي نظام سياسي لماذا يتم استهدافهم؟ فالسؤال يجب أن يكون هناك تحقيق دولي ومساءلة للضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي الإنساني